السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهوة ناني وفي اطار الكيكات البسيطة العادية اليومية اللي كتجي مناسبة يعني للقوتي ما فيهاش دقوت لك خام مش حل من حاجة كنقترح عليكم اليوم هاد الكيكة هدي الجميلة جدا والمحببة جدا الى قلبي يعني انا دائما يعني كنفرح من انكير خاص الحامض والبرتقال لانك نعرف انني غادي نتمتع وغادي نتبرع مزيان بالكيكات ديال البرتقال وديال الحامض وطبيعة الحال غادي نبقى نشارك معاكم طبيعة الحال حسب القدرة يعني كتعرفوا البرد كيعجز بزاف انك تنوض تصور فهدي كيكة بسيطة جدا مكوناتها عادية وفي كل بيت ولكن كيجي فيها واحد الطعم هائل واحد البياض واحد اللون فاتحة الصور يعني كتتشهد المهم الاخر كنصحكم تجربوها هادي نبدو بسم الله وبالصلاة على رسول الله وغادي ناخدوا الاناء فاش غادي نحضروا الخالد الكيك هنقولوا بسم الله وغرموا فيه واحدة قباصة ديال الملح هنا عندي ثلاثة البيضات البيضات فيهم صغار فإلا عندكم كبير هادي تعملوا زوج فقط نحضروا بيضات كل واحدة بشكل منفارد لا تكون شي وحدة خسرة ونفرغوهم في الإناء نضيفوا واحد الكيس السكر فانيلا يعني واحدة المعالقة صغيرة وهنا عندي الكاس باش غادي نعبر ساعة دياله ميتين ميليللتر يعني كبر من كاس العنبة بربعين ميليلتر نحضروا كاس لاربت السكر او لا حسب دوقكم تقدروا تعملوا حتى نس كاس وتقدروا تعملوا كاس كامل يعني السكر كيبقى للرغبة نضربوا هاد الخالط هذا البيض والسكر حتى يبيض ويبهات لونه ويضاعف عدة مرات نفس الكاس باش عبرنا نص كاس ديال الحليب يعني 100 ميليللتر ونص كاس ديال الزيت كذلك نفس القياس 100 ميليللتر وعندنا واحد اليوغورت طبيعي بدون نكهة بدون سكر تقدروا تعملوا حتى بالفاني وتقدروا تعملوا الطبيعي المحلة هاد العلبة هادير لكل عارف ان الوزن ديالها 110 جرام طبعا الحال بعد ما ضفنا هاد المواد السائلة غادي نبدأ نخلط غيرو كان ما تطولوش بزاف في المودة اللي كتخفقوا فيها بعد ما كتضيفو الزيت والحليب دبا غادي ما نبقوش نخدمو بالضرب الكهربائي غادي ناخدو نفس الكاس غادي نعبرو كاس كامل ديال الدقيق وغادي نضيف 2 كيس من الخمير الكيموية اولى البيكن باودر الوزن ديال كل كيس 8 جرام يعني في المجموعة عملت 16 جرام وغادي ننضيف زوج معالق كبار عمرين مزيان ديال مايزينة اولا النشا من الحاجات اللي كتزيد كتفتح اللون كتعطيها واحد الهشاشة هاد الاضافة ديال مايزينة طبعا حاكم ما قبلكم بعد نتضرب الكهربائي غادي نخدموه دابا غادي نخلط حتى يدوب الضقيق في داك الخالة السائل وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق غادي نغربله بطبيعة الحال هنا معرفتش كيفاش المقطع واش مصورتوش واش مدووزتوش الله اعلم ويمكن ما صورتوش لانا ملقيتوش اساسا في البورتابل اضفت نصف كاس يعني مجموع المقدار هو زوج كاس ونص ديال الدقيق هنا يا باش تزيد تعطي هنا النسمة للحامض مزيان فغادي نحك هنا القشور ديال زوج حامضات يعني هاد الكيكا هادي راكات جي كتعطي بالنسمة ديال الحامض يعني الريحة ديال الحامض كتعطي فيها هادي نحك هادي الحامضة اللولة والحمضة التانية يعني وريدتكم انني حكيت الحامضة اللولة بالكامل وهنا كنحك الحامضة التانية حتى هي بالكامل سوف هي هنا بعد اما اكملنا القشور ديال لك زوج حامضات انا غادي نستخدم عاصر وحدة وما شاء الله كما اشارت لكم في اعتقد في فيديو ديال الحوت ان الحامضة هادا فيها العاصر يعني فيه ما شاء الله المبز زاف زوين وكاين وبتمن مناسب يعني استغلوا الفرصة هنا بعد اما اعصر ديال الحامضة بالكامل او مشتوش حال عطاتني ديال العاصر غادي نصفوها وغادي نضيفوه عاد غادي نبدا تخلط طبعا الحال مني كتضيفو العاصر ديال الحامضة كتلاحظو ان الخالط ديال الكيك كيتنفخ وكيزيد كايبياض هنا يا غادي ناخدو قالب مناسبة انا اخديت هذا دهنتو بالزبدة وشيتو بوحد شوية ديال الدقيق وغادي نفرغ فيه الخالط ديال الكيك طبعا الحال غادي تعملوا قالب مناسب لكم المهم انه ماشي شي قالب كبير بزاف وماشي صغور هنا غادي نخبضوك الخبطات باش يخرج ذاك الهواء المحجوز الداخل للخالط الكيك هنا يا طيب تلكيكا على ما بين لانانيم استعملوا واحد القالب لونه غامق فغادي تطيبوه على حرارة شوية منخفضة يعني واحد مئة وسبعين ما بين مئة وسبعين ومئة وستين غادي تسخنو الفران من الفوق ومن التحت ولكن غادي تخليه شاعل غير من التحت مدة الطهي 40 تل 45 دقيقة حسب نوعية الفرن هنا غادي نحضر داك القلاسات باش غادي نغطيها غادي نعمل اربعة هنا وقيلة عملت اربعات المعلق وغادي نضيف مازال وغادي نضيف عليه عاصر ديال الحامضة اللي حكيت غادي نعصرها غادي نضيف هناك تبقوا تعملوا القياسات غير بعينيكم حتى قاعدوا ما بغيتوش هاد الخلطة هاد هاد القلاسات جادة قاعد لكم تغبروها غير بالسكر بودراء او لا تقدموها غير هاكدك راكد جيم زيانة او لا تعملوا صوص من عندكم هنا يلحت ان الخليط خفيف يعني كثرت فيه العاصر ديال الحامض من المحفوه غير من المحفوه هنا اضفت واحد المعلقه عودة ديال السكر بودراء وخلطت مزيان هنا بالنسبة انا حصل على واحد القلاسات خفيف إذا بغيتوها تقيل غادي تكثروا السكر يعني غادي تضيفوا واحد الكمية معتبرة ديال السكر بودراء وغادي نضيفوا عليها قاعدوا وضيفوا الحامض بالمعلقه شوية بشوية وما كتخلطوا حتى تحصلوا على القوام المناسب انا هذا كان بالنسبة لي مناسب طبعت الحال كيغطيها وفي نفس الوقت كذلك البلاصة اللي ملاقية مع ذلك القلاساج كتحسوا بها نادية زوينة يعني طريية بزف وفازقة صافي هنا القشور ديال الحامض قطعتهم يعني بشكل يعني حكيتهم بواحد الشكل طولي ودرتهم يعني بعدما عملت واحد شوي هذا القلاساج عاوت حطيتهم وغادي نزيد فوقهم ثاني القلاساج من الفوق باش يشدوا واحد شوية يعني هاد القشارات هادو كيزيدوا تاهو موحد الجمالية وكيما كان قول دائما إلا بغيتوا تزيدوا تبدعوا أكثر يعني تعملوا صوص محصوص وتزينوا بواحد الشكل آخر فالموضوع باقي لكم انا هادي حي تغيقوا تعادي فيعني كان حاولوا نعملوا البسيط مش كل شي يكون فاخر نكونوا تانيكا نخدموا عليه هكا وهكا هنا كيما قلت لكم نضيف الباقي ديال القلاساج فوق القشور ديال الحامض سوف نكملنا لها جاهزة لتقديم لأنني أساسا مقلبتها في الطبق حتى كانت بردت مزيان يعني كيكا رائعة وممتازة جدا خصوصا لعشاق الحامض وكيك يومي ولكن جميل جدا انتم كتشوفوا بعدما قطعناها ركيجيلونها فاتح وزوينة وحتى العلو ديالها مناسب جدا مناسب جدا المهم انها كتجي هائلة وممتازة ما تحرموش نفسكم منها مناسب جدا مناسب جدا